أهلا بكم ضربت ظهر اليوم هزة أرضية شمالية البلاد للمرة الثانية خلال أقل من يوم وأفاد أهالي من بلدة دابوريا أنهم شعروا بالهزة الأرضية لكنها لم تكن كوية وقد استمرت له ثوان معدودة وحسب المعهد الجيولوجي فأن الهزة وقعت الساعة الثانية عشر وثمانية وعشرين دقيقة من ظهر اليوم على بعد ستة عشر كيلومترا من طبارية بكوة ثلاثة ونص على مكياس رختر وكانت هزة أرضية أولى ضربت شمالي البلاد الليلة الماضية شعر بها المواطنون في مناطق الناصرة والجليل وقالت الشرطة في بيان لها حول الهزة الأولى أن الهزة وقعت في منطقة كوبروس بكوة ثلاثة نقطة سبعة على مكياس رختر للاستزادة أكثر حول الموضوع ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشرة من كفر اسمها دكتور حبيب ناصر صاحب براءة اختراع جهاز لاستشعار الهزة الأرضية ومؤسس الشركات سيمك إيل لرصد الهزات الأرضية في العالم لإعطاء الإنظار المبكر قبل وصولها مساء الخير دكتور مساء الخير أخ شاكر والمشاهدين الكرام بداية حدثنا عن الهزتين الأرضيتين التي وقعتها في أقل من 24 ساعة ما هو تفسيرك لوقوعهما بفارق ساعات وماذا عن مركز وقوع هاتين الهزتين كل هزة الأرضية بتحدث في العالم نتيجة التقاء طبقات تكتونية هاي الطبقات عندما تلتقي أو تحتكب بعضها بتكون نواة أو مركز الهزة الأرضية من هاي المركز الهزة الأرضية هذا تصدر بوجة خفيفة اللي إحنا منستشعرها أو منحسها بالأجهزة اللي موجودة عندنا لإستشعار الهزات الأرضية ولكن تتبعها موجة اللي هي أقل سرعة ولكنها مدمري هاي إحنا لنشعر فيها وهي هاي هي سبب الضمار اللي إحنا منعيشه نتيجة الهزة الأرضية فكان مصدر هاي الهزة الأرضية تعرف إنه إحنا موجودين في منطقة اللي هي إحنا بقرب من الشق السوري الأفريقي اللي هو مركز لهزات أرضية في التاريخ وما زال هذا الوضع قائم إلى يومنا هذا بالإضافة إلى منطقة قبروس والبحر الأبيض المتوسط أيضا مكون هناك كمان مراكز للهزات الأرضية إحنا المجموعة تبعتنا أو المحطات اللي موجودة عندنا في إسرائيل وفي المنطقة إستشعرنا في هاي الهزات الأرضية وحددناها بالضبط واستقبلناها واخدنا كل المعلومات عنها ومواطنين في المنطقة اللي هي بالقرب من بيسان يعني المقصود منطقة الناصرة منطقة دبورية منطقة الجميع الجليل السفلي شعروا في هاي الهزة الأرضية بشكل بارز ولكن المواطنين اللي موجودين في منطقة أبعد كانوا إذا شعروا فيها شعروا فيها بأكثر أنه تكون خفيفة فلذلك إحنا التفسيرنا هو أنه حدثت هزة أرضية مبارح وهزة أرضية اليوم شدة الهزة الأرضية كانت حوالي 3.6 اليوم 3.8 مبارح هاي الهزة الأرضية نوعياتها من النوعيات الخفيفة المقصود إذا كانت شدة الهزة الأرضية أقل من أربعة حسب السلم لقياس الهزات الأرضية فهي بتتعد أنه هزات خفيفة وما بتسبب الأضرار الهائلة أو الضمار الشديد وكلما كانت الهزة الأرضية حسب شدتها أعلى هناك الخطورة في منطقتنا تقريباً مئة سنة لم تحدث هزة أرضية مدمرة وإحنا منتوقع حدوث هزة أرضية مدمرة في السنين القادمة أو الأشهر القادمة أو الوقت القادم فلذلك علينا أخذ الإحسيات وأخذ الحيطة من الهزات الأرضية منيح أن نعرف وسائل الوقاية من الهزة الأرضية دكتور حبيب ناصر أنت صاحب اختراع براءة لاستشعار الهزات الأرضية ومؤسس الشركة لهذا الموضوع ممكن تحدثنا عن الاختراع وكذلك عن الشركة الخاصة بك نعم بكل سرور الاختراع هو بناء جهاز يستشعر الهزة الأرضية من المعروف أنه في مركز الهزة الأرضية بتصدر موجتين موجة خفيفة سريعة تنتشر بشكل سريع والموجة اللي بتعقبها أو في نفس الوقت بتصدر كمان موجة اللي هي تعقبها ليه تعقبها لأنها بتكون أبطأ من الموجة الأولى فالأجهزة أو الجهاز اللي صممته وبستشعر الهزة الخفيفة السريعة وفارق الزمن بين وصولنا الموجة السريعة الخفيفة مع الموجة المدمرة اللي أبطأ منها هذا الفارق الزمن اللي هو بكون إحنا معنا حتى إحنا نحتاط ونأخذ كل وسائل الحذر من الهزة الأرضية اللي نتيجتها بتكون الضمار هي عن الموجة البطيئة واللي هي المدمرة فكنت أنا مرة قاعد صهران وحسيت في دوار وفي كتير ناس بتشعروا في دوار وما بعرفوا شو السبب داني يوم الصبح كانت الأخبار في الأخبار عرفت إنه في هزة أرضية ومن هداك اليوم صرت أفكر بسبب إنه أنا فيزيائي دكتور حبيب ناصر دكتور حبيب ناصر طبعا هنا المستمعون يعني أعتقدون إنه الحديثك يجعلهم يخافون يعني من ما سيحدث أنت قلت شهور أنت قلت سنوات قليلة يعني كيف تطمنهم؟ لا إحنا ما نخاف من الهزة الأرضية إذا إحنا أخذنا الاحتثاثات اللازمة من الهزة الأرضية ما في خوف من الهزة الأرضية إلا طبعا إحنا بدنا نكون إحنا بيوتنا جاهزة لاستقبال الهزات الأرضية لماذا؟ لأنك إنه إحنا ما نقعد استعمدت استخدمت كلمة مدمرة يعني هذا المخيف عندنا مدمرة تحدث الهزة الأرضية المدمرة تقريبا بتعاقب مئة سنة في منطقتنا يعني إحنا ما نخاف من هاي الهزة الأرضية اللي بده يصير بده يصير ولكن إحنا كل إنسان يأخذ الحيطة ويعمل اللي عليه يعني مثلا ما يقعد في البيت لما تصير الهزة الأرضية مثلا وما في عندنا إنذار مسبق ما يقعد ويفطن لشو في فوقه أحسن ما يوقع عليه أجسام اللي هي تضره أو تصدم برأسه لأنه لأنه الجمج معنا أو الرأس هو المنطقة الحساسة لجسم الإنسان فلذلك أو أنه نحمي رؤوسنا تحت طولات أو تحت أي شيء تاني اللي بيحمينا فمن هذاك الوقت أنا فكرت بتصميم جهاز ونجحت في تصميم هذا الجهاز أسست شركة بسنة 2016 للهزات الأرضية لإعطاء الإنذار المسبق للمواطنين للناس لأنه أنا شعرت بوجود الهزة الأرضية وشعرت بحاجة أنه نعرف أنه أو يكون فيه عندنا زمن اللي هو احتياطي حتى إحنا نأخذ الحيطة ونحمي أنفسنا من الهزة الأرضية فأسست الشركة والشركة اللي اليوم بتعمل مركزها في تل أبيب فيها مهندسين بشتغلوا والشركة كبرت من صممنا محطات نتيجة للمجسات اللي هي ركبناها إحنا صممنا محطات واللي إحنا منصدرها للهند ومنصدرها فيه تعاقد مع بلدية إسطنبول وكذلك مع كندا وأمريكا والمكسيك والفلبين وأيدي الدول الأخرى حصلنا على منحة دكتور حبيب ناصر طبعا المشاهدون الآن تابعون حديثك يهمهم الإطمئنان أكثر وأكثر أنت هنا ذكرت قبل قليل بأن هناك إمكانية للتحضير قبل حدوث هذا الزلزال نريد أن نسأل سؤال آخر هل بلاد معرضة معرضة للزلازل بشكل مستمر أمنا حدوث زلزال من الأمور النادرة في البلاد لا هو أمر نادر في البلاد بشكل عام لأنه إحنا مرت عدة سنوات وما شعرنا أنه في هذه أرضية مخيفة أو هذه أرضية مدمرة ولكن كلها كانت هزهات أرضية اللي هي تعطينا أنه إحنا نأخذ الحيطة من هذه الهزهات الأرضية ولكن بالتاريخ إحنا بنعرف أنه في عكا حدث تنامي هل حكي أبل ألف سنة وأبل مئة سنة حدثت هزة أرضية ودمرت الجليل صفت تقريبا تدمرت أبل مئة سنة والتعاقب كل مئة سنة في منطقتنا الإمكانية أنه تحدث هزة أرضية مدمرة يعني المقصود بحسب شدتها ست بين ستة وبين سبعة تقريبا فإحنا مفروض السلطات في البلاد تأخذ الحيطة وتمول تزويد المواطن بهذه الإشارة أو الإنذار حتى نأخذ إحنا الحيطة قبل حدوث الهزة الأرضية فإحنا مننتظر تمويل من السلطات حتى إحنا نعطي هذه الإشارة للمواطن بشكل دكتور حبيب ناصر نشكرك على هذه الإفادة وطبعا أنت طم أنت الجمهور جيدا نأمل أن لا يحدث ذلك بتاتا شكرا لك كنت معنا من كفر اسمي شكرا أهلا أعزائي المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل قصير آخر ثم نحوض ونتابع